مدينة البحر والعطش هي الحديدة حيث المأساة هنا تساوي بين الكبار والصغار في لحظة عابرة يلهثون فيها من أجل الحصول على قطرة ماء احتشاد بسيط وقاتم لكنه بالنسبة لهؤلاء يعني الحياة وترتيب أدوات جلب المياه هنا في هذه الحالة وهذه الظروف والأماكن هو نوع من ترتيب الأحلام قبل أي شيء آخر فالسكان وفي مقدمتهم الأطفال وإن حصلوا على نصيبهم لا بد أن تنحني الظهور ويسيرون هكذا إلى إنجاز مهمتهم حفات على الأرض التي تقطنهم قبل أن يقطنوهاهم وبكل التعب وإن خلت من أية مظاهر للحياة لا يزالون يواصلون السير ولا يتجنبون الفرح أيضا لحظة صورة واختلاس ابتسامة خرساء مشبعة بالضماء التمسك بحق الحياة يبدأ من الحصول على الحقوق أولها المياه هكذا يفعل الآن سكان الحديدة لكنهم لا يحصلون عليها إلا بمشقة بالغة في ظل الواقع الذي فرضته عليهم الميليشيا بل وزادت على ذلك قليلا أن ذهبت إلى مصادرة عدادات المياه في أغلب مديريات المدينة كمديرية الحالي والحواك ومديرية الميناء والذريعة أن المواطنين يتخلفون عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري لكن مصادر قالت إنهم يعيشون دون مياه أصلا منذ شهور إذا أكل ذلك يواجه السكان هنا حالة صعبة ومعقدة في البحث عن المياه الصالحة للاستخدام وجلبها وهو ما يفسر سعادتهم بين لحظة وأخرى لا يحدث أن تنام مدينة على البحر ويضربها الضماء إلا الحديدة فالمحافظة الملقية على البحر الأحمر تحرم من المياه أمدتها العاصمة صنعاء وصعد بمجاميع واسعة من الميليشيا والخلايا الحوثية مارست أنواع الظلم على سكانها كوصية فوقية للقهر ليس إلا التي تمارسه الجماعة الإنقلابية ضد أبناء هذه المحافظة الوحيدة المحرومة من أبسط مقومات الحياة